موسوك 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 ممين معي موسوك مش فاكر صوتي لا معلش مش اخد بالي أغموما انت عندك حق تزعل مني أنا أسف يعني عشان المرة اللي جيت عملت معك بطريقة سخيفة المرة اللي فاتت بس معلش عشان كان عندي شوية مشاكل والناس اللي انت شوفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي أخبار وحشة وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما تكون متهمة عندك وبتحقق معايا فيعني الحاجات دي عصبتني شوية ما تزعلش مني خالص طبعا متهمة ايه وبعدين انا مززعلان خلاص المهم انت تبقي كويسة وبعدين يا ستي لو في عندك أي مشاكل ما تحكيها لي وانا حتلاقيني جملك متشكرة طب عشان ما طولش عليك كان فيه قربتي كوريا اللي انا عايشة عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل فاكرها اه فاكرها طبعا الكوافيرا اه اه خطيبها بقى اسم ابراهيم نوح السيد كان جاله استدعى من نيابة وهو قليق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه فلو تقدر يعني تعرف لنا بسيطة خالص انا بكرا الصبح اول ما وصل الاسم اشوفلك لو ليه اي محاضرة عندنا تحاولك للنيابة ولا لا ولو فيه هعرفلك ايه السبب بالزبط مش ده رقمك؟ اه اه رقمي رقمي خلاص انا حسجله واكلمك بكرا اقولك ايه الاخبار بس بقولك ايه هتعمليني زي ما بتعمليني دلوقتي مش زي قبل كده لا 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 اكيد اكيد زي دلوقتي يلا باي باي انا بتكلموهش ايه جتنا نيلة احنا لو بنعرف نتساهوك كده ما كانش ده بقى حل بتقولي ايه ها؟ بقدو بقول مش شكرينا جول العافو يا كوريا الو؟ ايبا يا بابا ازاي؟ اهلا ازايك ها ست نجوان لقافت الفلوس لوعدك وسايبانا حلمت بهدل ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة في حاجات يا اختي ام الجالها فشل كلاوي ورائدة في المستشفى يا نها ربيض فشل كلاوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ اه مرة واحدة محتاجة غسيل كلاوي تامن مرات في الشهر بتامن تلاف جنيه الجالسة الواحدة بألف جنيه مش مهم الفلوس انا حبعتلك بس المهم ماما تبقى كويسة بلا ستين نيلة اهي رائدة مين بقى يا اخت اللي حيصرف على البيت ان شاء الله مقدمناش غيرك ابعتنا كل شهر التمن تلبت والغسيل وفوقيهم كام الف كده لمصاريف اخواتك مصاريفهم بقت تقطم الوسط طيب حاضر يا بابا انا حبعتلك على وسط ريونيو زي المرة اللي فاتت المهم خلي بالك من ماما يلا باي دلوقتي ها؟ باي 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 جا تكميلة في لغات امك ما تقولي مع السلامة يا دي النجهد اللي انا فيه ايه سعروه افتح؟ طيب طيب ايه ده؟ جايب انهالي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا شرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى اللي هيكرمك يا ابو نجوان انا مش طالبة يا اخويا غير ان اتريمه على فرشتي والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل انزلي يا اختي هاتيلك ارشد تغسلي بايهم ايه ده؟ انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عينا قدامك يا اخي عندها فشل كلوي قولها يا ربنا يا شفيكي ان شاء الله تومي بالسلامة مش عمال تسهم بدلها كده بكلامك جرى ايه يا اختي؟ انت عتعمليلي فيها قبل افيتها وتوعزينا؟ ما تغوري في داهية؟ واحد بتتكلم مع امراته ايش حشرك انت؟ ايش يا بنتي بسحية فيها احيك علي السلام عليكم يا اختي جمالات مين الرجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سونس انا بحب الشيوخ اوي 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 اعرفها ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحك ويعلمونا نقول ايه؟ انا هحك امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ستة سونس بعد ذلك يا اختها كنت حابب ألفة نظرك لحاجة بسيطة كده اتفضل هذه المجسمات الموضوعة في باترينات العرض المسمى بالمريكانات انا تارينا فيها فتنة يعني ايه؟ هذه المجسمات انا تارينا فيها فتنة دي بلاستيك افهم هذا جيدا ولكنها منحوطة بمهارة كأنها انسة متفجرة القروسة ملفوفة القوام وشباب منطقتنا من الفقراء من من يصعب عليهم توفير لنفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات وانا بعيني شهادت كثير من أبنائنا سائق التكادئ وهم يهدقون السرعة ليتأملوا عزيز المجسمات والعياذ بالله العياذ بالله؟ يعني هو انا صحيح مش رحمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله بس واضح ان كلام مهم ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأته وقلت اكلمك لا انا مش متضايقة خالص بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في القريق في المنطقة قصدي والله خير القيام يا أخت جمالات أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وإم المصلين كل هذا نزير 750 جنيه شهريا بكافة مجتملاتي مجتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله بارك الله فيك بعد إذنك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على مهلك وانت ماشي الرجل ده عايز ايه؟ اش عرفني بيقولي لازم ألبس المنكانات المكانات؟ لابس المكانات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا أصاك أنت كمان حرم عليك خذ يا حبيبتي وردي عالتلفور علم صباح الخير صباح النور كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة لا كويسة بقيت أحسن أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده وطلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص بس هو طبعا اتهام من غير للشهود ولا أي حاجة وعشان كده هتعمله استدعمش ضبطه إحضار بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش حضايا وتحكم عليك غياب خلاص حاضر أنا هقول لي كوريا عشان تقوله ومتشكرة أول حضرتك تعبتك معي حضرتك أول حاجة ما تقول ليش حضرتك سانية ما تشكرنيش وأنا عايزك تخلي بالك من نفسك هي أحسن طريقة تشكرني بيها خلاص ماشي يلا باي باي مالك يا بيت ساهمت كده ليه؟ صح صحي لأكل قاشك لحزان بعدنا أقوبة قصارك بتا تحط شوية زيت عليهم حت الدهن جاموسي دهن جاموسة؟ آآ عشان يدوا ريحة وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجوء وردمهم فلفل أخضر وطماطم وبوهرات لما تيجي تعبي بقى ما تدبش السكنة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهوقش ويطلب مونة زيادة بص نص فتحة وتمسك المقصوصة ويا دوب شوف يا دوب لحسة كبدة وتكمل بتحينه الكيلو يعمل معاك من ثمانين لمية رغيف أقل من كده تبقى أحمار اسمع يا عد منه وما تصدرش تطرش يا ولا شوفوا بيشتغل الناس إزاي عشان ما حد يشتغلك يا عبيب ما لزيجون هاكل إيه؟ مخالي تبدينه مخلل على قد ما تقدر المخالي اللي بيضيع طعم الرغيف الحال ياكل اللي ياكل يا أخويا ما إن شاء الله ما أكل هو الرغيف أبو كيلو كبدة واثنين كيلو سجوء يا أخويا إزاي كاموسوك؟ إزاي كاسوك؟ تعال هي ما عاوزانك إيه خير؟ القضية اللي عليك تلعيد بتاعة سرقة الميكرو باس بالودي الزابط قال لي بيت جمالات إنك لازم أن تروح حشان ما تنتصش فيها حكم وبيقولك كمان لازم أن تنكر ما هو ما فيش شهود ولا حاجة ماشي؟ ماشي، هروح بكرة أشوف الموضوع ده بس إن موضوع البيت مع الزابط المنطقة دقيقة يا كوريا والريحة تفحفة أدي هنفعتك يا أخوي كنت هتعرف منهم اللي فيها لو كانوش بيكلموا بقى أشت؟ أنا ما فيها مصلحة أشت؟ إيه بيتي يا أخوي عملت وشوش في الواد كأن إحنا غربة، هو إحنا غربة يا ولات راحنا يا غرب ياما وخليكي بحارج بقى الله يخرب بيتك يا كاسوك يا كاسوك هتولى أفوق